السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله طيبين بسم الله شكرا لكم يدوى يدوى يلبيت خالفين الله قسم الله يبتي يبلّ منودّك عديد يدوى الدين الله يدوى 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 وووكم يدوى elves موسيقى 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 مياذة قالت قالت ما في مفاوضات ودا الكلام الصح ما في مفاوضات كلام دي جاي انه تاني يا مياذة تاني حاجة سريعة جدا موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله مطمئنين إن شاء الله راكزين إن شاء الله واسقين في جيشنا وفي مغدراته وفي قوته وفي الانتصارات اللي قاعد تحصل كل يوم في الأرض وفي الشغل بتاع التضييق على الماليشيا في الداخل وفي الخارج وفي كل ولايات السودان الشغل بتاع الليلة والتقرير الميداني الطالع أديكم ليه إن شاء الله تكونوا مبسوطين به جميعاً وإن شاء الله الحاجة تكون الحاصلة بالنسبة لكم فوق الوصف وفوق العادة تمام وتكونوا واسقين في أن الجيش ده كل يوم من انتصار لانتصار ومن أفضل لأفضل وإن شاء الله الأيام الجاية كلها خير على الشعب السوداني كل يوم قاعدين نشوف البشريات قاعد تطلع كل يوم قاعدين نشوف انتصارات القوات المسلحة من أفضل لأفضل كل يوم قاعدين نشوف القوات المسلحة قاعد تطهر في السودان من دنس الماليشيا وأعوانهم ومن التحالف اللي كان على السودان وسبب قواتنا المسلحة في جميع المحاور طيب في البداية نبدأ بتقريرنا العملياتي كالعادة تمام تقرير مفصل حتى تاريخ اللحظة تمام بإذن الله يكون شافي ووافي وكافي لكل الناس عشان الناس تكون عارفا حاصل شنو طيب حنبدأ تقريرنا الليلة الليلة أهل الجزيرة خليكم مبسوطين واستبشروا خيرا عشان الكلام الجاي يسمح بالنسبة لكم طيب مبدئيا تقرير اليوم 24-22-24 طيب أم درمان الله أكبر الله أكبر للشغل بتاع واندرمان حاجة فوق الوصف تم استلام كامل ضاحية أبروف من اسطب والدرو وحتى اسطب شارع النيل واستلام كمية كبيرة من الدانات والهاونات وعبوات مختلفة زخاير وكميات كبيرة من التعيينات وإسقاط عدد اثنين مسيرات استطلاعية علما أن قوات العدو شرق سوق الشجرة جلها مرتزقة بحول الله وقوته ننتظر ننتظر طيب قال لك الليلة التقرير بتاع أم درمان أبروف تم التمشيط تم استلام أبروف ارتكازات والقضاء على المتعاونين مع الماليشيا في داخل منطقة أبروف وأم درمان القديمة من اسطب والدرو إلى شارع النيل مرورا باسطب مكي مرورا بالمناطق المجاورة لكل المناطق الزكرتها دي ارتكازات وطمشيط ويلقى قبض على المتعاونين مع الماليشيا في المقام الأول وفرار الماليشيا واستلام عتاد متعينات الله أكبر والنصر القوات المسلحة طيب قال لك تضييق الحصار على المنطقة الإزاعة عن طريق محورين الله أكبر التضييق الليلة تم على منطقة الإزاعة والحصار على منطقة الإزاعة عن طريق محورين المحور الأول كبر السلاحة الطبي وشارع الموردة وسوق الموردة والتاني عن طريق امدرمان القديمة حتى شارع النيل الله هو اكبر الازاعة كل يوم قاعد يضيق عليها الخناق كل يوم قاعدين نقطع عنا التعيينات كل يوم القوات المسلحة قاعد تمتد في رقعة السيطرة بتاعتها كل يوم في امدرمان قاعدين نقلص العدد بتاع الماليشيا ورقعة السيطرة بتاعتها داخل امدرمان الله اكبر الكلام ده يا جماعة كله انتصارات كبيرة للقوات المسلحة امدرمان دي كانت المركز الاساسي السيطرت عليه الماليشيا المركز الاول لنفوزه ولدخوله ولدخول تعييناتها ولدخول اندادها ولدخول المرتزقة بتاع انهم من كافة الدول هو امدرمان فدائما بنبدأ بخبر امدرمان لسبب ان امدرمان هي النقطة الاساسية في قوة الماليشيا لو احنا قدرنا نسيطر على امدرمان بالكامل وده الحاجة اللي هتحصل في خلال الايام الجاية انا بوعدك تماما بانه الماليشيا انتهت داخل السودان وفي افريقيا كلها مش في السودان بس طيب نمشي قدام شوية في تقريرنا بتاع اليوم بيقولوا شنو تاني قال ليك الجيش وشرطة الاحتياط المركزي ابو طيرا ينتشرون في المناطق المحررة الله اكبر الشرطة استجابت اخيرا للنداءات اللي اطلقناها في الفترة الفاتتة انه يا جماعة بعد دا انتو لازم تنزلوا الميدان لازم تفتحوا الاكسام لازم تتحركوا لازم تشتغلوا ودي الحاجة اللي حصلت قال ليك الجيش والشرطة اليوم في امدرمان تفرز سيطرتها تمام ومع الاحتياط المركزي على المناطق المحررة في امدرمان الله اكبر الله اكبر خصوصا محور امدرمان شارع النيل قال ليك شغل نظيف يفتح النفس الله اكبر الله اكبر واننصر القوات المسلحة الليلة الحاجة اللي حصلت في امدرمان من انتشار الشرطة من انتشار القوات المسلحة من انتشار ناس اا ابو طيرا دا بيأكد ليك تماما انه الفترة الجاية ده الكلام اللي احنا متكلم فيه نزول الشرطة الميدان نزول الشرطة الميدان هو اللي بيطمن المواطن وبيخلي المواطن يجي راجع لمنطقته طيب تاني برضو من الحاجات الحصلة تقليك اللي في التغرير بتاعنا بتاع اليوم اه قليك الفتاحاب الشنقيطي تمام الاسواق في امدرمان بتاعة الفتاحاب وبتاعة الشنقيطي مفتوحة مؤمنة عن طريقة الشرطة والجيش وحركة طبيعية للمواطنين الله اكبر احنا زمان كنا متكلم عن شرع الوادي وعن الشغل بتاع ربط كرري الان قليك الشنقيطي والفتاحاب مفتوحة ومؤمنة بالشرطة والجيش الله اكبر امدرمان كل يوم القوات المسلحة قاعدة تزيد في رقعة سيطرتها كل يوم قاعدة تزيد في ارتكازاتها كل يوم من قوة لأقوى ده كلام فوق الممتاز قليك الليلة والي الخرطوم والينا التحية لي والي الخرطوم للمواقف السابتة للمجهودة الكبيرة اللي بيعمل فيه قليك والي الخرطوم وصل امداد للمناطق المحررة في الخرطوم الكانت في يد الماليشيا الله اكبر الله اكبر الشغل الشغال الليلة والي الخرطوم في امدرمان من فتح مراكز صحية من الضغط على الشرطة من التوزيعات من توصيل الامدادات للمناطق الكامة محاصرة دعم السريع تمام والماليشيا والمرتزقة الاجنبية الجاية من كل دول العالم الحمد لله الليلة والي الخرطوم قاعد يوصل في تعيينات وفي امداد للمناطق دي الله اكبر الله اكبر الله اكبر طيب الحاجة اللي حصل التالي شنو الليلة الليلة يعني في كمية بتاعت بتاعت انتصارات ما لأول من آخر منهم درمان والتماشي طيب قال لك الادارات الاهلية ولاية الشمالية عملوا قافلة مع اشراف الوالي اسناداً لولاية الخرطوم الله اكبر الله اكبر الولاية الشمالية عملت مع الادارات الاهلية ومع الوالي اسناد لولاية الخرطوم الاسناد ده بعبارة عن شنو عبارة عن مواد تموينية عبارة عن تعيينات عبارة عن غيره طيب الكلام ده هو اصلاً قاعد يحصل لشنو الكلام ده لا بيحصل لحايتين اول حاجة بيقول لك انه تأمين لكل الطرق السفرية الداخلة لولاية الخرطوم تأمين لكل الطرق السفرية الداخلة لولاية الخرطوم الكلام ده بيقول لك شنو تاني بيقول لك الامداد بتاع التعيينات والمواد الغزائية الداخلة لولاية الخرطوم بينفي لك الاشاعات تلقاعد تطلع الايام دي في الميديا بتاعت انه والله يا اخي ولاية الخرطوم عندها نقص في المواد التموينية عندها نقص في الامداد عندها نقص في غيره الكلام ده غير صحيح الوال الليلة انتوا شفتوه معينكم جعبوه في الحدس جعبوه في الجزيرة جعبوه في العربية تمام قاعد يستلم قوافل من ولاية الشمالية كويس لداخل امدرمان قاعد يوزعها للمناطق المحاصرة للفتاحات للشنجيطي لغيره الله اكبر كل يوم قاعدين ننتصر كل يوم قاعدين نوصل الامدادنا كل يوم قاعدين نزيد الرقعة بتاعة السيطرة بتاعة القوات المسلحة طيب نمشي جدام في تقريرنا بعد ذاك عندنا كلام تاني دارين نقوله لكن خلص التقرير اول وبعد ذاك نمشي في الباقي طيب بحري بحري قال ليك عودة مركز صحي الكدر للعمل ابتداء من اليوم بعد توقف دامة طوال الشهور الماضية منذ امطلاق الحرب نصر من الله وفتح الطريب الله اكبر الله اكبر اللي لقى لك عودة مركز صحي الكدر الكلام دا بيقول لك شنو الكدر ديها جماعة وبحري دي من المناطق اللي كانت مسيطرة على الماليشيا وكان فيها كسافة كبيرة للقوات بتاعة الماليشيا داخل المناطق دي اللهم لك الحمد ولك الشكر انه المناطق دي الان بيقض في سيطرة القوات المسلحة والمركز الصحي بتاع الكدر رجع يشتغل الكلام دا نحن قلناه قبل ثلاثة يوم انه والله يا اخي بحري فيها شغل بيقى فيها ربط كويس بيقى فيها منصة بتاعة اطلاق للمسيرات بيقى فيها غرف بتاعة تحكم داخل بحري ارتكازات القوات المسلحة زادت الحاجة دي الليلة النتائج بتاعتها بدأت تصهر من اول النتائج البدأت تصهر هي عودة مركز صحي الكدر للعمل ابتداء من اليوم بعد توقف داما طوال الاشهر المادية الله اكبر يا ناس بحري استبشروا خيرا هنا لكم الارتكازات وصلت الكدر هنا لكم الارتكازات وصلت السامراب هنا لكم الارتكازات وصلت لغاية ما دخلت اسمه شلدة كافوري مربع واحد العزبة بداية شارع الانغاز الموضوع دا كل يوم ما اشي من سيطرة لسيطرة الله اكبر طيب نجي ليوين تاني الليلة لأهم نقطة في الأيام الفاتت القحاتة يشتغلوا فيها شغل عفي شديد اشتغلوا فيها شغل عفي شديد اللي هي يعطوا نقطة اللي هي قلليك ولاية الجزيرة ولاية الجزيرة الجيش يسيطر على منطقة ابقوتة وعدد من القرى المجاورة الله اكبر الله اكبر يا ناس ولاية الجزيرة استبشروا خيرا الليلة الجيش سيطر على منطقة ابقوتة تماما وعدد من القرى المجاورة لابقوتة يا في زول بيقول اللايف ما سابت اللايف سابت يا شباب الصوت واصل الصوت واصل زول اكتب لنا يقول لنا الصوت واصل اللايف واصل يا شباب الصوت الصوت يا شباب واصل زول اكتب لنا بس الصوت واصل يا جماعة ما تردوا على زول في التعليقات خلوهم عليكم اللا ما تشتغلوهم كتير يعني ما اناس زاتوا عشان اردوا على لون يعني بس اكتبوا لنا اذا الصوت واصل يعني تمام قالت ريانا الصوت واصل طيب قلنا الجيش يسيطر على المنطقة ابقوتة وعدد من القرى المجاورة الله اكبر طيب سيطرت القوات المسلحة على عدد من الاتجاهات بود مدني بالاضافة الى المسيرات على المليشيا ويا جماعة الكلام ده ما واقف لغايتنا على الناس الجزيرة انا قبل كم يوم كل يوم بجي بقول لكم كلام بتصبحوا بعد يوم يومين بتلاقوا في ارض الواقع اذا الليلة برضو حاجة اقول لكم كلام تاني يا ناس الجزيرة الليلة الجيش سيطر على ابقوتة ودخل منكم اتجاه تاني للجزيرة تمام ليه مدني كويس فموضوع انه الجزيرة ماجد واصل كويس تمام فموضوع انه الجيش مسيطر على على مداخل الجزيرة محاوطة الجزيرة الكلام ده ما في زول بيقدر ينفيه لك ولا في زول بيقدر يقول لك الكلام ده ما حاصل الليلة قال ليك سيطرت القواة ده المسلحة على عدد من الاتجاهات بود مدني بالاضافة الى المسيرات على المليشيا والاخبار السمحة يا جماعة جاية في الطريق الاخبار السمحة يا ناس الجزيرة جاية في الطريق فالصبر شوية تمام انتو الوضع الان قلنا لياكم قبل كده انتو بقيتوا الان اولوية اولوية تمام لدخول القوات المسلحة للجزيرة لانه نحن بالنسبة لنا ام درمان الخرطوم عبارة عن شغلة بتاعة نظافات وماشى كل يوم من افضل لافضل طيب نمشي قدام نمشي قدام وجاييكم تانا يا ناس الجزيرة نمشي قدام قال ليك غربي كردوفان العاقت الفرقة 22 بابا نوسا هزيمة نقراء بالميليشيا الارهابية وكبدتها خسائر فادحة في الارواح والعتاد اسرة تعرض الفرقة لهجوم عنيف خلال يوم امس الثالثة ضغرا طيب مبارح الميليشيا حاولت تهاجم بابا نوسا للمرة المليون قاعدين يقلع عرباتهم للمرة المليون قاعدين يقلع سلاحهم للمرة المليون قلناها تاني انه والله اي هجوم تاني للميليشيا اي هجوم للميليشيا في الايام الجاية قويس دي عبارة عن هجوم انتحاري ليه هجوم انتحاري لانه الميليشيا اصبحت اا جناح ضعيف ما عندها امكانات عسكرية ما عندها كسافة بتاعة نيران ما عندها أي قوة إنها تقدر تسيطر على أي منطقة تاني في السودان الكلام ده الناس تفهموا ويقع لها كويس إنه موضوع المليشي تاني اللي يقيد دام ما عندها أي طريقة بتاع السيطرة لأي منطقة الله أكبر طيب نهر النيل قال لك مستنفرين بمنطقة شاردية الشلقاوة شندي تكريم الفداء فرحات والدلعندة واستغرار الأوضاع في المدينة الله أكبر الله أكبر شمال دارفور أنباء عن تجدد الاشتباكات بين الجيش والمليشيا في الاتجاه الشمالي الشرقي للفاشر أحداث أمكدادة بين المليشيا المتوردة والمواطنين بالأمس أودت بحياة عدد كبير من أفراد المليشيا الله أكبر تاني قال لك أنباء عن تجدد الاشتباكات بين الجيش والمليشيا في اتجاه الشمالي الشرقي للفاشر أحداث أمكدادة بين المليشيا المتمردة والمواطنين بالأمس اودت بحياة عدد كبير من افراد الماليشيا الله اكبر ده بالنسبة لغربي دارفور لشمال دارفور عفوا غربي دارفور قل لك ما في اي جديد شرقي دارفور لا جديد يذكر طيب وسط دارفور قل لك اندلاغ حريق كبير كويس في جبل مرة الله اكبر اندلاغ حريق في كاتلونج للنازحين جنوب جبل مرة طيب الحريق ده يا جماعة احنا جايين نتكلم فيه بالتفصيل الحريق ده الحاصل في جنوب جبل مرة ده عبارة عن انه الموضوع ده مفتعل اشتغل الموضوع ده عشان يحركوا الموضوع بتاع جبل مرة والشغل ده اشتغله للنازحين طيب الكلام ده ليه الماليشيا ده يا جماعة ما بيقض في الفترة الاخيرة ما قادرة انها تسيطر على اي حاجة فده هنا تستخدم الضغط يعني الناس ينزحوا من منطقة لمنطقة انت تاني ماشي تلحقوا منك في نفس المنطقة ده عشان تعمل لك دار تحرق شنو طيب يعني حريقو تعمل لك غيرو يا جماعة انتو ناس دارفور ديل متين حيرتاحوا من الماليشيا ومن اعوان الماليشيا ومن الغدر القاعد يحصل لهم من اهلهم يعني ناس دارفور ديل التعب التعبوه في الدولة الاسماء السودان دي تمام ما بنقدر ننكر الحاجة دي انزل كعبو من اقرب الكيانات الموجودة عندهم كل الناس الحوالي لهم بيحاول يتاجروا بالقضية بتاع الدارفور انسان دارفور ده بعد ما ينزح تمام وبعد ما تخليه ينزح من مناطقه تجري تاني تلحقه تمام الاوضاع مستقرة الاوضاع مطمئنة الاوضاع ممتازة في سنار بس لسه الانقطاع بتاع الانترنت شغال فيها والاتصالات عني للأزرق استغرار الاوضاع مع انقطاع الانترنت والاتصالات بورسودان استغرار الاوضاع مع استمرار الانترنت والاتصالات شكرا 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 الاصلت عهدناكم عليها ودي الحاجة اللي انتو طلعت لها من اول يوم طيب قوى سياسية سودانية تناقش القضايا الوطنية ما بعد الحرب في سودان في السودان طيب يا جماعة اقول الناس اي عمل سياسي ما في اي حاجة حاليا غير ان الماليشيا دي تنتهي وتندسر ان احنا ما عندنا اي عمل سياسي الان في ارض الميدان عشان يقول لك والله الماليشيا دي تقعد ولا تيجي اتفاق ولا يجي غيره الكلام دا ما حاصل الفترة الجاية هنشوف كمية من الاشاعات هنشوف كمية من الحاجات هتجي طال علينا باشكال مختلفة باشكال متعددة انه والله لا لا في اتفاق حيكون في جدة في اتفاق حيكون معارف وين في تفاوض الكلام دا غير صحيح اي زول يتكلم لك عن اتفاق ولا يتكلم لك عن تفاوض الكلام دا انسى ما هو ما في حاجة عشان انا افاوضك عليها وما في اي حاجة انا اتفق معاك عليها. انا في الوقت الانا كنت فيه. الجيش في اضعف حالاته ما اتفق معاك وما اتفاوض معاك. الآن بعد ما الجيش بيقى يفرض في سيطرته في كل السودان لا حيكون في اتفاق لا حيكون في مفاوضات. فشغلت انه والله الجيش ماشي يتفاوض ولا ماشي يقعد دي الاشاعات اللي حي في كل القاحاته بالفترة الجاية. ايزو اللي حي سافر يقعد. تمام? مع الماليشيا دي ولا يمشي ليها تأكد تماما انه ده كسب زمن للقوات المسلحة. القوات المسلحة بتكسب في زمن عشان تقضي على الماليشيا دي تماما. طيب. آآ عندنا شنو تاني? طيب بالنسبة للشبكات. الناس اللي بتزعل عن الشبكات. قل لك بيارات بعض الشركات بعودة الانترنت والاتصالات للولايات المتضررة دون تحديد مواعد للعودة. الامر الذي جعل المغتريبين في حالة من الغلق والتوتر. ولكن الاوضاع الامنية مستقرة تماما. طيب. الكلام ده قال لك شنو? قال لك والله يا اخي شركات الاتصالات. اوعدت بانه والله هترجع الشبكات وحترجع الاتصالات للولايات. لكن ما حددت زمن. احنا الكلام ده ما بينفع معنا. احنا دارينكم يا شركات الاتصالات. تحددوا لينا زمن لعودة الانترنت. عشان احنا نجي نقول والله نقول والله الشركة الفلانية قالت الموعد الفلاني. والشركة الفلانية قالت الموعد الفلاني. لكن شغلت انه تخليها لي مبهامة كده دي باب تنفع. ولا الحاجة دي بتخليكم بعدين غير مسؤولين جدام الشعب السوداني انه ما عندكم خطة بديلة لحالة الطوارئ الحصلت دي. الليلة الشركات طالما طلعت سواء سوداني سواء زين سواء غيره. ان احنا دائرين مواعيد محددة. لرجعت الشبكات للسودان. لرجعت الاتصالات للولايات. عشان الناس دي بعد ده خلاص. وصلت مرحلة. انها بيكت ما قادرة. في نظرة تطمل على هلا. في نظرة رس المصاريف. في نظرة نسر غيره. بعد ده الموضوع ده بيكت غير مسموح. انتو لو ما قادرين تعملوا الحاجة دي. وما قادرين توصلوا الشبكات دي. الكلام ده انتو بعدين لما ترجع الشبكة بصورة تانية. حنقعد احنا بعد ده نشوف لكم بدائي. كنكم. من دون استثناء. طيب. آآ نمشي في 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 موضوعنا قدام شوية. قبل ما نمشي نبغى السراج. قبل ما نمشي نبغى السراج. آآ المنصة الالكترونية ولاية الخرطوم. قالت شنو? لدى استقبال قافلة بين الولاية الشمالية. وال الخرطوم. الولاية ستمضي في الاستنفار حتى يتحقق النصر الكامل. الله اكبر. استقبال والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة. اليوم قافلة الولاية الشمالية دعما واسنادا للقوات المسلحة. والقوات النظامية الاخرى. والمستنفرين في الخطوط الامامية. وذلك بحضور عدد من الاجهزة الولاية التنفيذية والامنية واعضاء اللجنة العليا للاستنفار. وتنظيم المقاومة الشعبية. واكد ممثل الولاية الشمالية بان معركة الكرامة هي معركة ضد العدوان الذي استهدف الامة السودانية. بالنهب والسلب وقتل الابرياء واختصاب الحرائل. مؤكدا ان القافلة هي تأكيد لتلاحم الشعب السوداني مع قواته المسلحة. التي لقنت الاعداء ومن شايعهم درسا لن ينسوه. الله اكبر. الله اكبر. المنصة الالكترونية الليلة طلعت لكم الصور بتاعة القافلة اجات من الولاية الشمالية اسنادا اسنادا للقوات المسلحة. الحاجة دي يا جماعة هي عبارة عن ربط لكل خطوط الولايات مع الخرطوم. طيب دارين نمسي كمان قدام شوية لموضوع آآ اللهم صل واسلم على نبينا محمد. آآ بغال سراج. بغال سراج. آآ ماذا نقول لك انتا كيف? لانو انا عارف انتا كيف. تعبان شديد وحالتك صعبة وبتعاني وكل يوم قاعدين تبكوا في اتصالاتكم الداخلية وفي غرفكم الالكترونية. وشغالين شغل بتاع معنويات. فالاخ بطال سراج. الاخ بطال سراج. دي رسالة لك مباشرة. رافع لك فيديو قبل كم يوم وصورة او صورة بالضبط ما فيديو. صورة رفعتها يوم الخميس. قلت والله الفيديو ده او الصورة دي من آآ كوبري ود البشير. وان احنا مسيطرين. وان احنا عاملين نفس الصورة مرفوعة في صفحة آآ ايهاب السر. تمام? يوم آآ تلاتة فوبراير. يعني قبل الهجوم على اندربان وقبل الربط الحصل بين سلاح المهندسين وكارري. فآآ انت ما عندك الامكانية انك تاني تصور ما انت كنت عندك تمشيط. دار تمشيطين ولا لا تمشيط شعر سكينة يا بطل. سكينة دي طبعا اخته يا جماعة. الناس اللي قالين امرت. لا لا سكينة دي اخته. تمام? كويس? يا بطل امش مشيط شعر سكينة. لكن تاني شغلتين لك تمشيط لك خرطوم ولا تمشيط لك ومدرمان ولا تمشيط لك غير ودي تاني ما في. خلاص. قلة الادب. وصال لك الكتب تعمل فيها. كويس? والشغل بتاع الحوام القاعد تحمل ده انتهى خلاص. ما عندك امكانية تانية الكلام ده. امشيطة ولا مشيط مرتك ولا. لقي عشان تمشيط طاني الخرطوم ولا تمشيط غيره ما في. بعدين انو سكينة دي قلت لك عالرسل هي بيتي انتصح? ها? ما مشكلة بعدين بناخدها ساكت منك. ما بيكيفك زاته. كويس? سكينة وبتاع ما بعرف موديها كوستي ومقاعدة وين ومقاعدة. يا زول. يا زول هو تاني بعدين ما عندك طريقة تقود في السودان ذات ولا ايت ولا سكينة ولا غيامة رابطة. خلينا طلي عليك صورة يرفت لا فيبانة اربع يوم ولا خمسة يوم. هدي قادة في صفحة اه يا بسير. انت بتخوش على النوع. انت ما تمشيط تطلي عليك فيديو قال وطنشيط. تمشيط شنية يا زول? تمشيط وين? والله شعر سكينة تاني ما تمشيطون تستاذني. الصالوك دالي الله. هل لا تشغل العقيفة خلاس? يجب اتكلم. قال او الله اشغالين تمشيط. الملولا يربيين وين او ه! اصعد ان اشتغل تمشيط من اه حتى تانيا. اصعد ان اشتغل تمشيط من شهر الاربعين. انت شهر قاعد تقول انت انا تمشيط شهر الاربعين. تمشيط سنين وهنا تقول كل شيء. تمشيط سنيين تا. هوي 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 يا دعامة ويا ماليشيا ويا بتاع ما تقلوا ادبكم وتطولوا اللسانكم وتصالقوا في الفرغة تعالي ما عندنا زمن للكلام ده نحن ما في زمن تعالي لا تشتغلوا بفيديوهاتكم القديمة دي واي فيديو قديم بيتطلعوا بنطلع عليكم طوالي بنقول لكم ده تاريخ اليوم الفلاني ابقى راجلة مش مشيطاني قويشار على الاربعين ده قويشو اسكون الفيديو ده طلع فيديو تاريخه حمر قال انا مش اتقال ولا الحيوانة التاري ده وادمولح وادمولح ما طلل ياه يا جماعة وادمولح ده انا وادمولح ده ما قاعد احسبه طبعا الماليشة والله والله يجد وادمولح ده يا جماعة نحن قاعدين نعتبروا طبعا نحن ذاته السؤال ده شدة ما حمر وشدة ما غبي مش عمل للقاء مع واحد من الناس بدني عمل شنوف اللغادة ولا قاعدين اصيروا هنا منه قال له والله يا اخد البيوت القاعدين فيها تمام? ما قاعدين يسرقها. لكن البيوت الفاضية قاعدين يسرقوها الدعامة. والحمار ما قطع الكلام ده. خليه قاعد. يا اخي انتم والله يا جماعة والله الماليشي دي لمت كل العفن ولمت كل السجم ولمت كل الخوانة خطاتهم لنا في حتة واحدة. تمام? كلهم كده شعلتهم لمتهم خطاتهم في حتة واحدة. يجي يقول لك والله يبطل سيري. انا بمشت. تمشت سوريا اذا لو انت شعر سكينة بتمشته. اوريك وديتها وين? ها? الشبكة مكتوعة منهم ما عندهم شبكة. ها? تكلمك? ولا اخلي بتاع الباص القاعدة يودي لك الجروش يوريك? ها? بطال? بطال? ايه تسعب يعني? ها? سكينة المصاريف وصلتها. انا بتطمنك مين هنا من محلي ده? والله يجد. يتجنيك اكذب عليك? بعد تجيونا الشبكة بيتكلمك المصاريف وصلتها. مشت استلمتها من الطاحونة. اه ها? كده كيف? ها? دارت ومشت شارع الاربعين. ها بطال? شارع. يا شارع الاربعين شنو بتمشت يا زول? تزول ما نصيح? ها? ما نصيح صح? كان شارع الاربعين ومشته. والله يا ابوك ما يمشت شارع الاربعين تاني. وقريك كلام. تاني بتاع الباصة البودة دي شفتها المصاريف لها سكينة ده? تمام? انا هلاقي في الشارع. عرفتها? اشيل ليشين من المصاريف دي. اولا بقى الشعب السوداني ذاته. اخي ما تعمل لان ارض ساكت يا خلاص موضوعكم انتهى. كل يوم عمل لكم قصة عمل لكم برنامج في الفارغة. طيب. نمشي قدام شوية يا جماعة. آآ في تحركات شغالين فيها الشباب الان. عشان الموضوع ما يكون كمان حصار داخلي وحصار خارجي. تمام? بقى الحصار من كل الاتجاهات. الحصار بقى من كل الاتجاهات. طيب. في شباب تقلق تحركات للشباب السوداني في الخارج في اتجاه اقامة دعاوي ضد الماليشيا. منهم شباب لجنة دعم مؤسسة الجيش السوداني. بهولندا. بصدد فتح بلاغات رسمية ضد الماليشيا. آآ غدا في محكمة الجنايات الدولية. لا هاي. تمام? بالله عليكم الله بغال ده ما تحسبه مع الماليشيا. الناس الماشيون يفتح البلاغات في هولندا دين. بغال ده ما تحسبه مع الماليشيا. نهاية ولا ما ايش اجلا من الليش كان. ما تقول ليا الصوت ما في كيف يا جماعة الصوت ده ناسا مرسل رسالة اللي بغال تقول ليا الصوت ما في? يا احمد علي. ها? بطال. يعني ناسا الكلام كنت تقول لك ما سمعته? ها? سكين انا بطلبك على البس المباشر من مني جدتي شخصية. نطلبك من منوعة عدة. من بطال? المهم. التحركات قال لك للشباب السوداني في الخارج في اتجاه قامت دعاوي ضد الماليشيا من هم شباب لجنة دعم مؤسسة الجيش السوداني بهولندا. بصدد فتح بلاغات آآ رسمية ضد الماليشيا آآ غدا في محكمة الجنايات الدولية. لا احنا الاطال بالنه انه الشعب السوداني والشباب السوداني يتحرك في كل الاتجاهات داخليا وخارجيا يدعم قوات المسلحة يوصل بلاغات المحامين يشتغلوا. ان احنا يا جماعة ما دايرين الحاجة دي تنتهي بانتهاء الماليشيا في الارض او في السودان. لا. ان احنا حننهي الماليشيا دوليا. حننهي الماليشيا دوليا. حتكون اخر ماليشيا قامت في السودان. واكبر مقطط كان للقضاء على السودان. وتماسك وحدته. والسوداني يكون كله شعبي واحد وكتلة واحدة. انه ننتهي من الماليشيا دي تماما. بيجي ناحا السياسي. من الحاجات اللي حصلت برضو. وقالي منبع شباب. ربنا يجزون خير. قال لك برضو فتح الركات الدولية. المؤتمر الدولي الاول للحرب في السودان. المؤتمر الدولي الاول للحرب في السودان. تكلموا فيه عدد من الشباب. تكلموا عن انتهاكات الدام السريع. يتكلموا عن انتهاكات الماليشيا في السودان. يتكلموا عن القزارة القاعدة تقنبال ماليشيا ضد النازحين. ومن انتهاكات. من حرب دولية. من اه حرب اه من جرائم حرب. تمام? من كل الحاجات يتكلموا فيها شباب. وشغالين فيها. شاء الله ربنا يقويكم ويوفقكم. طيب يا جماعة. اه ما عندنا حاجة تاني نقولها خلال اليوم. وشكرا لكم. جزاكم الله خير. لغاية بكرة ان شاء الله نشوف الحاجة الشنو. بطال. بطال. ان شاء الله صوته يكون واصلك معه ما يكون ادقطع. هادي شغال هادي كان ادقطع دي. هادي اتقالى.